ايران والولايات المتحدة قوتان تعملان على ارض العراق بالتوازي تارتا وبالتعارض تارتا اخرى بحسب مصالح كل منهما لكن سياسة التخادم كما يصفها البعض او التوافق من خلف ستار العداوة تكاد ان تصل الى حد الصدام صحيفة العرب اللندنية قالت ان بعض الاوساط السياسية في بغداد تعتقد ان واشنطن لن تسمح بوصول سياسي محسوب على طهران الى منصب رئاسة الوزراء مستشهلة بان طهران فشلت في اقناع المعسكر الموالي لها بدعم مرشح واحد للمنصب الصحيفة عززت فكرة التعارض الامريكي الايراني في انتخابات العراق بتحشيد الرئيس الامريكي دونالد ترامب لصقور البيت الابيض في دارته الجديدة كمايك بومبيو وجون بولتون المعروفين بمواقفهم المتشددة تجاه ايران ليكون على رأس موقعين مؤثرين في السياسة الخارجية لواشنطن ولعل صدام المرتقب الذي رجحته الصحيفة يتولد من عز متعاظم لدى رئيس الحكومة حيدر العبادي من امساك العصى من الوسط كما يعتقد في العلاقة مع واشنطن وطهران وبدأ واضحا ان العبادي يحاول طمأنة الولايات المتحدة بشأن استقلال حكومته عن التأثير الايراني حينما قال انها تريد النأي بنفسها عن الصراع بين الولايات المتحدة وايران تحركات واشنطن ومحاولة العبادي لطمأنتها قابلها تحرك ايراني حثيث لرص صفوف مريديها فاوفلت قاسم سليماني الى بغداد لاقناعهم بالخروج بمرشح واحد لمنصب رئاسة الحكومة لكن فشل سليماني باقناع الفرقاء دعاه لترحيل الملف الى ما بعد انتخاباته لان جميع الاطراف السياسية لها مرشح للمنصب من الصعب ان تتنازل عنه وبين واشنطن التي تقول الوقاع انها ناقمة على الاستفراد الايراني بالعراق مع وجود الاتفاق النووي المحتضر وبين ايران الطامحة لمزيد من التوسع تقف البلاد امام صراع جديد لا يعرف ان كان هذا الصراع تقليما للاظافر او كسرا للعظام اشتركوا في القناة